جيد مشاهدين تحية لكل من التحق بنا في هذه اللحظة تحية لكل متابعي وأوفي أشروق نيوز وأشروق مورنينج إذن مشاهدين كما جاء في العنوين وموضوع الذي يخص دور الأسرة للحد من ظاهرة جرائم القتل في الجزائر للحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد من ضمامي لخدمة سكايب المحامي نجيب بيطام صباح الخير أهلا بك أستاذ تعود عليك الجمهور في فقرة استشارات قانونية أصبحت من بين العناصر المهمة في المورنينج أهلا وسهلا صباح الخير أهلا بك صباح الخير يريت لو كنت معنا في البلاتو إلا أنك أكيد بعيد عن العاصمة ولكن هذه ظروف ميهنية هي التي حالت دون حضوري إلى العاصمة نعم نعم إذن نعود للموضوع وللحديث عن دور الأسرة للحد من ظاهرة جرائم القتل في الجزائر العديد من الجرائم في الأوين الأخيرة اهتزت ولاية تيزي وزو على جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 18 سنة القاتل هو الأب وهنا تكمن الكارثة بسم الله الرحمن الرحيم نعم أبدأ من حيث انتهيتي هنا مكمن الكارثة جرائم القتل في الجزائر في السنوات الأخيرة ألقت بذلالها على اهتمام الشارع والمجتمع والأسرة بصفة عامة في شق منها هي من آثار العشرية السوداء تأثرنا كثير بما حدث في العشرية السوداء من جرائم القتل ولكن هذا الجريمة أخذت قلت لك منأ كارثي وخطير اليوم نشهد جرائم داخل الأسرة نحن تعودنا على جرائم القتل في الشارع في الطرق العمومية في الساحات العمومية لكن جرائم القتل داخل الكنف العائلي وداخل الأسرة هذا يدق نقوس الخطر فيما يتعلق بدور الأسرة في كبح هذه الجريمة وفي إعطاء الطربية اللائقة للأبناء وللناشئة ودور أيضا من جهة مقابلة مدى فعالية سؤال التطرح أختي زهيدا مدى فعالية سياسة العقابية الجزائرية لكبح جماح هذه الجريمة كما تفضلت جريمة قتل هذه الفتاة القاسرة في عزازقا بولاية تيزيوزو الحبيبة على قلوبنا هذه الولاية العريقة التي تعرف بطابع المحافظة داخل الأسرة انتحها تهتز على وقع هذه الجريمة وأي جريمة قتل المؤودة قتل المؤودة وهي أبغض الجرائم عند الله سبحانه وتعالى يعني لا أجد ما أقول لا أجد الكلمات التي أصف بها ما حدث داخل هذه الأسرة إقدام الأب على قطع فلذة كبده وتقطيعها إربا إربا ورميها في قمامة يعني أكرمك الله أختي زهيدا حتى الحيوان لا يفعل به هكذا يعني العبد الضعيف وكنا الجاجة كنجي ونذبحوها ونخافو ونهابو لولا أنه رب سبحانه وتعالى هو الذي أجاز لنا ذبح للحيوان للأضحية ولا للأكل ولا كذا فما بالك أن يأتي شخص رب أسرة ورب عائلة ويأتي بفلذة كبده أكرمك الله في حمام المنزل يعني يصوروا معايا هذه الصورة البشعة يطيحها في الأرض ويذبحها كما يذبح الحيوان ثم يقطع راسها يفصل راسها على الجسد تحتها ويفصل ساقها اليسرى بكل برودة ويأخذها ويرميها في القمامة ثم الأكثر من ذلك يأتي يتباكى ويأتي لمصالح الأمن لتقديم بلاغ عن اختفاء ابنته ولكن احنا عندنا مثل شعبي يقول لك يا قاتل الروح وين طروح وهنا نوجه تحيي التقدير وإجلال لمصالح الضبطية القضائية يعني التي تمكنت في ظرف وجيز من فك لغز هذه الجريمة البشعة هذه الجريمة الغاربة عن عادات المجتمع الجزائري وعن عادات تقاليده وعن ديننا الحنيف وعن تقاليدنا في المجتمع الجزائري ظاهرة غاربة جدا تدعو إلى دق ناقوس الخطر اختزائي نعم في رأيك أستاذ ما هي أسباب تفاقم هذه الظواهر في الجزائر والله الأسباب عديدة الأسباب عديدة لكن ما تنسيش أختي زائدة احنا اللي حكمنا احنا اللي مثبتين فيه هو الدين تعنا الدين تعنا اللي يحرم القتل العادات تعنا التقاليد تعنا يعني مهما كانت الأسباب لا نلجأ إلى القتل في بعض الأحيان تقع جرائم القتل يعني بالصدفة إنسان يسير في الطريق يعترضوا إنسان باش يسرقوا له باش يقتلوا فيقوم باش يدافع على نفسه ويتسبب في وفاة هذا عندنا جرائم أخرى تحدث تحواذث المرور هنا الركن العمدي منتفي يعني ما كانش نية للقتل ولكن أنه شخص شاب يحمل معه سكين في المنزل ينوذ الصباح يدير له الولده تعه قهوة قهوة ويهز معه سكين يديره في الجيب ويخرج لبرة لأي غرض تحمل هذا السكين ما عنده الجواب إلا أنه عاقد العزم مسبقا على ارتكاب على إزهاق روح أي شخص يعترض طريقه ولا يحاول يدخل معاه في مناوشات ولا إذا كان بنيت باش يسرق يحمل معه سكين يقول لك إذا تصدى لي الضحية فأقوم بقتله وهنا وأنت أعطيت عنوان لهذه الحصة هذه دور الحسرة الأسرة أنا أيضا أتسأل أين دور الأولياء دور الأب في إعطاء الطربية اللائقة الطربية الصحيحة للأبناء علش ما ربيوش ولادنا باللي قتل النفس هذي راه يحرام باللي حمل الأسلحة هذي قد تؤدي إلى كوارث كوارث لا تحمدوا عقباها ومن بعد نهار ولدهم يرتاكب جريم تقتل يجيوا يتباكو يتباكو في الفيسبوك يتباكو أمام مقرات العدالة وهو ولدي ظلموه وهو ولدي دارولوكالا لماذا؟ لماذا لا أحجمت العائلة الجزائرية والأسرة الجزائرية عن لعب دورها في إعطاء الطربية السليمة للأبناء الأسرة هي المسؤولة الأولى على اللين حراف اللي يحدث للأبناء انتعنا ثم تأتي من بعدها المدرسة ويأتي المسجد وتأتي بعد ذلك في الرتبة الرابعة السياسة على البلد لأن هذا ثاني يطرح سؤال كبير ما مدى نجاعة السياسة العقابية في الجزائر في كبح جماح تنامي ظاهرة أو جريمة القتل قلنا عشرات المرات قلنا عشرات المرات أختي زاهدة يجب تفعيل عقوبة الإعدام يجب تفعيلها وزير العدل يتكلم تحت قبة البرلمان يقول لا يوجد شيء لا يوجد أي مانع محلي أو دولي يمنع الجزائر من تطبيق عقوبة الإعدام إذن لماذا لا نفعل عقوبة الإعدام هذا السؤال الكبير مطرح نعم خصوصا بعد تفاقم جرائم القتل مؤخرا بأعداد مرعبة إذن أستاذ فقط نتكلم هناك تساؤلات العديد من المواطنين يقول لك أنه جيل أو تغير المجتمع تغير بأكمله في الآوينة الأخيرة يعني مثل هذه الجرائم لم تكن مسبقا مقارنة بالفترة الحالية يعني هناك العديد من العوامل في رأيك هل صحيح هذه الجرائم حديثة أقول النشأة في الآوينة الأخيرة نعم نعم ما تفضلت به صحيحا نحن لم نكن نشهد نشهد بهذا الدرجة وبهذا الحجم وقوع جرائم القتل في المجتمع الجزائري وسؤالك في محلو لماذا هذا التنامي لماذا هذا التطور في ظاهرة القتل في الجزائر لأن الأسرة تخلت عن لعب دورها أولد سمحيلي نتكلم بالدرجة بشي فهمني المواطن البسيط أولد وطيش للشارع يربي الشارع ما يربيش الأسرة هي اللي تربي عندنا زوج ضواها الخاطرة في الجزائر عندنا ظاهرة حمل الأسلحة الأب البيضاء الشاب المراقب منين يهز السلاح الأبيض يهزوا من داخل الدار الوالدة تعه تشوف الأب تعه يشوف على بالهم والدهم يهز السلاح وساكتين له مين هي وش إذن السبب الرئيس تخلي الأسرة عن لعب دورها في طربية الناشئة ظاهرة أخر أيضاً تع المخدرات المخدرات لأنها عندها تأثير كبير على عقلية الشاب لما يأكل يستهلك مهلوس ولا مخدر في الضار أن تعه أمام الوالدة أن تعه تشوف أمام الوالد أن تعه يشوف ويخليه يخرج بالتأكيد بالتأكيد أي شيء يثير القلقة عنده يرتكب جريمة إذن أعتقد في تقديري المتواضع أن الأسرة تخلت الأسرة ما يشكل يعني ما يشكل الحمد لله ولكن كثير من الأسرة في الجزائر خاصة في الأحياء الأحياء الشعبية تخلت على دورها في مراقبة أبنائها تترك الدور التي قامت واجب عليها أن تقوم به في طربي تناشية تخلت عليه لصالح الشارع واشي لقناك الشارع؟ الشارع لقناك المهلوسات ولقناك المخدرات خاصة في الأحياء الشعبية الكثيفة وهذه مسألة أنا ما نش مختص ولكن تكلمت عليها من قبل النمط العمراني في الجزائر هذا أيضا سبب رئيس انظري إلى خارطة الأحياء الشعبية في الجزائر ابني العمارات ابني العمارات كدس كدس ما كانش مصحات للطرفية نعم ما كانش مصحات للرياضة وين يتنفس الشارع للرياضة والعديد من المجالات التي تعمر الفراغ للشارع بالدرجة الأولى إذن نحن نتكلم على محور دور الأسرة نستسمحك فقط أستاذ نذهب إلى موجز لأهم الأنباء بعدها نعود إليك إذن مشاهدنا الكرام قبل أن نتطرق إلى موضوع آخر الأستاذ الكني تطبيق إلكتروني لتبادل خدمات بين الجزائريين نعود للأستاذ المحامي بتهم نجيب المتواجد معنا عبر خدمة السكايب والحديث عن دور الأسرة للحد من ظاهرة جرائم القتل في الجزائر طيب أستاذ نتكلم من الجانب القانوني أكثر من الرضع القانوني لمثل هذه الجرائم ولحمل السلاح الأبيض من طرف الأشخاص يعني جانب قانوني أكثر وتوعية قانونية والله هذا هو الغاية نتح هذا الحصة هذه في الشروخ مورنينغ أنه نحاول أن نشيع ثقافة قانونية في الأوساط منتع المجتمع الجزائري نصيحتي للعائلات والقسر ما تخليوش أولادكم يخرجوا من ديوركم حاملين معاهم أسلحة بيضاء تحت أي ذريعة إذا شتولدك داخل الدار بسيف ولا بسكين نحيه له أرميه هذه نصيحتي الأساسية للأولية لأنه في النهاية الإبن يخرج بسكين ولا بسيف يرتكب جريمة في الخارج هو يروح للحبس ماك الشارب راقده عليه العصة ولكن الكبد أنتعك أنتئيتها الأم هي لي تتقطع أنتئلي تبقى يتبكي كل لعلى ولدك لأنك في لحظة من اللحظات ما حاولتيش تيول أبتعه تمنعه بشيهز هذاك السيف ولا السكين ويخرج به هذه نصيحة الأولية نصيحتي ثانية ولا نداء للجهات المعنية ضرورة إعادة النظر في السياسة العقابية تكلمت عشرات المرة وقلت السجن ما عادش ينفع في طربية الناشئة يجب البحث عن بداء الأخرى بداء الويقائية وهنا على الأئمة وعلماء الدين أن يلعبوا دورهم حتى هم مع كل احترام إليهم تخلوا شبيع الدور تحم في الدروس الدينية التوعوية لازم نحسوا المجتمع بخطورة هذه الجريمة وباللي ربي سبحانه وتعالى يهتز العرش انتعه لما تقتل نفس بشرية وفي الختام يعني نتمنى نتمنى أنه إعادة النظر قلت في السياسة العقابية وفي بعض القوانين أنت تعرفين النصوص العقابية اللي انتعنا من سنة 75 أكثرية تاعة ما تغيرتش ولازم التحسيس منيش عارف الجمعيات والراهي والراهي الجمعيات الخيرية والراهي الجمعيات اللي تهتم بالشباب وبالناشية أين هي غابت منذ سنوات لماذا لا تلعب دورها في الأحياء لعلها ما تدورش على الأحياء وتوعي الشباب بخطورة حمل أسلحة لأن القانون يمنع ويجرم ويعاقب غير كي تهسكين تحط في الجيب حتى إذا ما استعملتوش يعاقب عليه القانون أما إذا استعملتو فهنا الكارثة الكبرى نصيحة واحدة أخرى عندنا مشاكل وكل في حياتنا اليومية علىها ننجئ للعنف كي ينقضى كي ينعدل أنت وحد يسلك الدرام لأنه نقتله على جال 10 ألاف نقتله على جال سيجارة نقتله على جال تليفون بورتابل كي ينعدل كي ينقضى إنسان تساله الدرام ما حبشي سلكك يمشي يقدم به شكوة يمشي يدير به بلاغ لها تروح أنت تقتص النكسكو في الأخير تلقى روحك في السجن نتمنى هذا النصائح هذه توصل ونتمنى أيضا العائلة الجزائرية تتحرك شوية وتلعب دورها في طربية وطربية الأبناء والناشئة نتمنى أيضا القائمين القائمين على السياسة العمرانية في الجزائر راعيوا كي يديروا مخططات تعبناء السكنات إنه يديروا ملاعب للشباب وين يتنفسوا إنه يديروا حدائق وين يتنفسوا الشباب شاب صغير في 18 سنة تسكنوا في أفطر وفي عمارة يحب يلعب ما يلقاش وين يلعب تحتضنوا عصابات المخدرات وعصابات الأحياء إذن يجب إعادة النظر أيضا في السياسة العمرانية في الجزائر تتكاث في الجهود إن شاء الله باش نصلوا إلى التخفيف ما نقولش القاضاء هذه المصطرح هذا ما نحبوش وأنا كنقول التقليل من وقوع هكذا جرائم نعم لأنه مثل هذا الجرائم في تفاقم في كل مرة أستاذ بدون انخفاض يعني هي حصيلة في ارتفاع دائما نعم قاعدة تزيد زاهدة كل سنة تزيد والآن وصلنا المسألة خاطرة جدا وصلنا الجرائم ذوي المحارم الأب يقتل بنته يقتل فالذة على الكبد تتعوه وبأي طريقة لو كان هذا هز عصا وضربها ولكنت تكون أقل وقع وإن كانت هي حرام ومنوع ولكن تكون أقل الوقع أما أنك تحكم بنتك وتحطها في الدوش وتجر عليها السكين من الوريد إلى الوريد ببرودة بدم بارد ثم تفصل إجزاء تاحها على الجسد تاحها وتهزها ببرودة وتخرج عادي كأنه مصر وانه هذا ينبئ بخطر كبير في ذهنية وعقلية الجزائري إذا كان مريض يا أخي يروح يعالج لكن إذا ماهوش مريض السؤال يتطرح واحد كما هذا ضرور ينضي ونحطوه في الحبس أختي زاه هذا ومن بعد في المحاكمة يديروا له الإعدام ثم يخلوه ما ينفذوش عليه الإعدام ما الفائدة أي خاسرة معه الدولة وخاسرة معه المجتمع وخاسرين معه كل صحيح لذلك أنا من أنصار أنا من أنصار إعادة تفعيل عقوبة الإعدام رغم أني أنت من منظمة حقوقية حقوق الإنسان لكن الحاجة اللي افتا فيها رب العالمين ونحن مجتمع إسلامي والمادة ثلاثين من دستور تقول الإسلام دينه الدولة حاجة اللي قالها ربي ما تنقشوش بها ولكم في القصاص حياة يؤولي الألباب وفي النص هذا تشريعي هذا فيه حكمة كبيرة أنت طعف في شريع الإسلامية وكان يجيو أهل الضحية ويقولوا القاتل عفونا عنك ما يتنفذش الإعدام هذا أحسن من قوانين الغربية أنا منيش عارف أمريكا التي تدعي الرياضة في مجال حقوق الإنسان تنفذ عقوبة الإعدام بأبشع الطرق الغرفة على الغاز هذه وبالتري سيتي وبكذا وإحنا الجزائر دولة مسلمة لأجل لائحة أمامية صادقة عليها الجزائر في 2008 ما يحتقرار لائحة ما هيش ملزمة وقفنا نعم إذن واضح إذن شكرا جزيلا لك السيد الأستاذ نجيبي طام نعم أستاذ نعم نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شكرا نلقاك الأسبوع القادم في فقرة استشارات قانونية وموعة جديد هذه الفقرة التي دائما ما تهتم بزرعة والحديث عن الثقافة القانونية لمختلف الجزائر